في الفيديو ده هعلمك ازاي تستخدم شات جي بي تي وكانفا في انشاء كتاب تعليمي لاطفال او كتاب كصص اطفال بسهولة واحترافية زي اللي ظهر قدامك دلوقتي على الشاشة. يلا بينا. اول حاجة هنروح على جوجل وهنكتب شات اوبن اي اي هيجيلك الرابط ده هتضغط عليه بالشكل ده. لو انت مش مشترك في الموقع هتقدر تسجل حساب في الموقع وتستخدمه بشكل مجاني تماما لان اصبح عندك الجي بي معينة يعني ما تقدرش مسلا ان انت تعمل بصور باستخدام زكاة للصناع هيفتح معك بعد ما تسجل حساب باستخدام جوجل صفحة زي دي طبعا هنا بتيجي هنا في المستطيل تحت ده بتكتب التفاصيل اللي انت عايزها. انا هكتب هنا تفاصيل بسيطة للفيديو اللي انا هعمله النهاردة. هاجي مسلا هنا في المستطيل ده وهكتب كلام زي ده. هقول له اريد عمل كتاب تعليمي للاطفال ستعرف فيه الحشرات التالية. الفراشة والياركة وشرنقة الحرير والنحلة والنم. عايز اعمل تاب اشرح في الحاجات. بعد كده هضغط على السهم ده. هيبدأ ان هو ينفذ لي الكلام ده بشكل آآ ثالث واحترافي. اطلع زينا ان هو بيكتب هنا عمل لي مسلا العنوان علم الحشرات. بده يحطي لي مقدمة. طبعا في حاجات انا هلتزم بها وحاجات مش هلتزم بها. انا هو مسلا دلوقتي كتاب لي الفراشة وبعد الفراشة مسلا كتاب لي وصف الفراشة ودورة حياة الفراشة. انا مش حابب تكون التفاصيل كان تفاصيل تكون اسهل بكتير. فهضيف له اخر علشان يعدي لي الكلام اللي ظهر ده كله. فهاجي تاعت هنا بعد ما يخلص وهقول له حول الفصول لفقرات. وهنا مسلا عامل فصول هنا اللي هو المقدمة والفراشة والياركة والحاجات دي. هقول له حولها لفقرات. وهقول له ترجم. هقول له كمان حاجة اضافها يعني ترجم اسامي الحشرات بالانجليزية بجانب كل اسم. واضغط تاني هنا على اسام ده. هيبدأ ان هو هيعمل لي تعديل على كل الكلام اللي فات. برضو هنا العنوان المقدمة وبدأ ان هو يكتيب لي الفراشة. فبدل ما كان عامل لي اكتر من نقطة لأ هو عمل الفراشة والتعريف بتاعها بالانجليزي. وكتب لي التعريف باللغة العربية بالشكل ده. طيب هل انا اقدر ان انا اصلا اعمل الكتاب باللغة الانجليزية عادي جدا. بدل ما انا هكتب بالعربي هكتب بالانجليزي. او ان انا كمان ممكن اجي في النهاية بعد ما اخلص كل التصميمات بتاعت ديت او الشغل بتاعي ده كله. ممكن اجي اقول له ترجم كل اللي فات ده للانجليزية. فيصبح عندي كل التفاصيل دي باللغة الانجليزية. تمام كده اصبح عندي الماتيرا البتاعي. اول حاجة عندي اللي هو العنوان. وبعد كده هنبدأ في التفاصيل الاخرى. هنتقل بعد كده لموقع كنفا. موقع كوي جدا. انصح بيه اي حد ان هو لازم يستخدمه ولازم يتعلمه. هتدخل على الموقع الاحترافي. اول ما تدخل هيزهر لك الرابط ده هتكتب في جوجل. هيتضغط هنا على الرابط ده. هيفتح معاك الصفحة دي. طبعا هتزهر معاك بالشكل ده. بعد ما تسجل حساب. بكل بساطة هنعمل حاجة بساطة جدا. اولا في ناس ممكن تجي هنا تبحس وتكتب بس ممكن ما يجلهاش اللي هو البلانك او ان هو يجي لهم صفحة فاضية. فانت ممكن تعمل الصفحة دي بنفسك بالبعد اللي انا هقول لك دلوقتي. هتروح الحاجة اسمها تخصيص الحجم. طبعا تقدر تتحكم في الحجم زي ما انت عايز. بس انا هنروح هنا على البيكسل دي اضغط عليها. واختار بوصة. وهاجي هنا على الطول هكتب تمانية. وهاجي هنا اكتب تمانية. ده ابسط حاجة ممكن تعملها. بعد كده هضغط على ابتكار تصميم جديد. هيفتح للصفحة دي صفحة فاضية. اول ما تفتح الصفحة دي فانت مطلوب منك بان ان انت تعمل فيها شغل. اول صفحة هنسيبها ليه الكافر. فهاجي بعد كده هعمل اضافة صفحة. هبدأ الشغل من تاني صفحة بحيس ان انا الكافر ده اسيبه للاخر بعد ما خلص شغلي اقدر اجمع اللي انا عايزه كله هنا. هنجي هنا بكل بساطة اول حاجة هنعملها هنعمل حاجة لزيزة اوي. هنروح هنا على الحاجة اسمها العناصر. وهنجي في البحث ده هنكتب حاجة اسمها بعد كده هنضغط على بحث. ده هيجيب لك هنا حاجات كده شكلها لزيزة اوي. هنضغط على الاطارات دي. هنختار بقى مسلا اي اطار الاطارات دي هيتحط فيها صور. فمسلا انا عجيبني مسلا اطار زي ده كده. هيجي هنا هيزهر معي بالشكل ده. ممكن اكبره كده. اوكي. وممكن مسلا احط فينا على اليمين احط على الشمال. اه زي ما انت حد. بس في نقطة توضيحية ان المكان ده هيزهر فيه صورة. فلازم انت عارف ان ده هيزهر فيه صورة. الصورة دي لسه هنعملها يعني بعد ما نضيف التفاصيل بقى التفاصيل بتاعك. هنرجع تاني بقى هنا للتفاصيل اخرى اللي هي اللي احنا عملناها على اول حاجة عندي. انا هجيب النص ده كله كده هخدوكو به. وارجع تاني بقى على له. فأجي هنا اروح على حاجة اسمها النص. ومن النص بقوله اضيف مربع نص. فباجي هنا اجيب النص اللي هو الخاص به. ايه اللي انا ممكن اكتب فيه. وباجي كده ممكن بقى اكتب النص بتاعي. انا باجي هنا اضغط بعد محادث اضغط بايست فبيجيب لكل النص اللي انا محتاجه. اقدر طبعا ان انا اتحكم فيه بشكل اسهل. انا عايز مسلا النص بتاعي جي كده. لو لاحظت هتلاحز هنا ان النص اواخد مساحة كبيرة اقدر برضو اتحكم فيه بشكل ان انا مسلا ممكن اخليه كده بالشكل. وهنا طبعا هيتبقى ظاهر صورة وراء النص. كمان عايز اجيب الاسم بقى اللي هو اللي انا اصلا عايز اعمله اللي هو الفراشة مكتوبة باللغة الانجليزية. وارجع تاني هنا اروح برضو على النص واعمل اضافة مربع. في المربع ده برضو هضغط فيكتب لي هنا الاسم بتاعي. اقدر طبعا لو دست في مكان فاضل راجعت ادست تاني هنا ان انا اشير الكلام ده. واجي هنا اقدر طبعا اتحكم في حجم الخط عن طريق ان انا بروح هنا واختار مسلا خط مختلف خط يكون اكبر يكون مناسب للشغل اللي انا هعمله. كمان اقدر ان انا اتحكم في حجم الخط. ممكن طبعا اكبرها خالص بالشكل ده. ممكن بالشكل ده على طول اكبر. ومسلا هحطها هنا كده. فاصبح عندي العنوان بتاعي هنا. وهنا طبعا الكلام او التفاصيل اللي انا هكتبها. هنا طبعا لسه محتاج ان انا اضيف الصورة بتاعتي ممكن اكبرها كده شوية بالشكل ده. طيب انا محتاج هنا صورة ايه? محتاج صورة فراشة. ازاي ان انا هادر اضيف صورة الفراشة. هروح في نفس المكان اللي انا فيها على حاجة اسمها التطبيقات. ومن التطبيقات هيجيب لي انزل تحت كده هلاقي حاجة اسمها ماجيك ميديا. هضغط عليها بالشكل ده. فهيجي هنا بيقول لي انت عايز تصف ايه? او تعمل ايه? فباجي هنا هكتب له مسلا ان انا عايز الفراشة. او هكتب له هنا فراشة بالشكل ده. وبعد كده اقول له انشاء صورة. هختار نفس الشكل ده شكل مربع واضغط عليه انشاء صورة. هيبدأ ان هو يعمل لي اربع تصميمات للفراشة بالشكل ده. هتلاحز هنا اعمال لك اربع تصميمات حلو قوي. تقدر طبعا تختار التصميم المناسب. انا مسلا ممكن يكون عجبني ده. فهدوس عليه كده. اول ما دوس عليه هيتلقى ايه هو هينقل معي هنا. مجرد ما سحبه على الصورة الشكل اللي هو البلوب اللي انا كنت عامله هيظهر معي في الصورة بالشكل ده. اصبحت عندي بشكل لذيذ. لايقى قوي على ان هي تكون في كتابه ولكن طبعا على بعض التعدلات اللي ممكن تتعمل هنا فانت ممكن برضو تعمل شكل احسن بكتير من اللي انا عامله ده وتفاصيل اكتر. كمان في حاجة نسينا نعملها ان احنا لو روحنا دوسنا على اصلا على الخلفية وروحنا هنا ضغطنا على اللون ده ممكن نغير الخلفية بتاعتنا لأي لون تاني. طبعا ممكن مسلا نجيب الوان مدرجة بالشكل ده. ممكن نغير الالوان زي ما احنا حابين يعني وزي ما انت حابب يعني عندك الوان كتير وحاجات كتير ممكن تعملها. ممكن مسلا نجرب ده ده اي حاجة من ازبيد ده كويس. وهنا طبعا ده ممكن نتحكم في الخط ده ممكن نكبره ممكن نغير اللون خالص زي ما انت حابب كل ده يبقى متاح لي. فلنفترض برضو انت حابب تجيب مثلا يكون مش متوفر اه او مش عايزين نعملوا بالاي اي اي ممكن نروح هنا على هنا ونكتب فراشة بالشكل ده. او بعد فراشة هنبحث هيبدأ يجيب لك هنا شوية حاجات. ممكن نروح على تصميم جرافيك لان بيجيب حاجات يعني لزيزة شوية فهتلاحز ان هو يجيب لك حاجات كده. ممكن نحطها في الخلفية مسلا او نحطها آآ وراء الكلام ده. فهاجي مسلا هنا ادور على حاجة تكون يعني عجبينة. مسلا تغير حاجة زي كده. بعد ما اجيبها اصغرها بالشكل ده. واسحابها هنا مسلا احطها في الجزء اللي فيه ده كده. اقدر كمان ان انا اروح على حاجة اسمها الشفافية. وقال لي الخالص الشفافية بتحس بقى ظاهرة معي بشكل بسيط قوي. اه برضو دي اضافة بسيطة ممكن تعملها. طبعا هنا الكلام ممكن يحتاج بعض التعديلات. لو حابب ان انت تغير الخط فبتروح هنا بعد ما بتحدد الكلام بتاعك كله. ان انت بتضغط عليه مسلا كليك شمال مرتين. تقدر تختار مسلا خط يكون اوضح شوية اقوى شوية. يكون مناسب اكتر للشرح مثلا ممكن نجرب حاجة زي كده. اول ما بتضغط عليه بيبدأ ان هو يزبط لك الخط بالشكل ده. رأى ممكن ده يكون احلى شوية. نقدر نكبره بالشكل ده. وحابب بقى تضيف عليه اي تعديلات اخرى زي مسلا انت مسلا عايز تعمل لو عايز تعمل له مسلا اضافة مسلا في الحركة في الحاجة في الشغل اللي هو مسلا. الظلة الحاجات دي كلها نقدر نروح على حاجة اسمها تأثيرات. هتلاحظ هنا مسلا في تأثيرات زي كده ممكن تتحكم فيها زي ما انت حابب. ممكن تغير اصلا في مثلا تزود هنا بعد ما تختار حاجة غير شباح كده. ممكن تزود فيها او تقلل فيها لازلزة او دي بصراحة يا بعيد اتنين. ممكن ناخد الكلام ده ونطبق عليه بعد كده بشكل اسهل. خلاص ازا كنا خلصنا من الصفحة دي فهنعمل الصفحة تانية عشان نكمل فيها اضغط على هجيب بقى شكل مختلف. حاجة شبه دي. هجيبها هنا بالشكل ده. وهحطها تحت. وطبعا هنا يبقى الكلام هيبقى فوق. فلما اجي اجيب الكلام ممكن اجيب الكلام اللي انا كنت اعمله في الصفحة اللي فوق بحيس ان انا ايه? يبقى نفس الستايل. هعمل لو ضغط هنا هيعمل لي وهنزل به تحت بقى كده عادي. بس طبعا لمنزل به تحت هنا هحتاج ان انا اغير الحجم بتاع الشكل ده. هنزبطه بالشكل ده ونقدر طبعا ان احنا نتحكم في الخط ممكن نجيب الكلام هنا بالشكل ده. وبرضو حابب تجيب العنوان فممكن تجيب العنوان بالشكل ده برضو. هنروح نضغط على ونسحب دي تحت. يبقى احنا كده عندنا العنوان كمان اهو. آآ عاجبك الخط تمام. مش عاجبك انت ممكن تغيره عادي جدا. هنغير بقى الكلام ده ازاي? هرجع بقى اجيب النص اللي بعد كده. فهروح على الياركة بالشكل ده اخدها كوبي واضغط وهنا طبعا ده الكلام برضو ده عايز اتغير فهعدده كده وارجع اجيب الكلام الخاص بالياركة. واعمل كوبي وارجع تاني هنا. اهو اضغط فهيكتب معا الكلام الخاص بالياركة. اصبح عندي انا محتاج الصور بتاعته. بدل الفراشة هكتبله بقى اللي هو ده وبعد كده اضغط انشاء مرة اخرى. وبعد ما هتخلص هروح جايب بكل بساطة اختار الصورة المناسبة هنا. مثلا اختار صورة زي دي. وطبعا انت ممكن تتحكم فيها اكتر ان انت مثلا تقول له خليها لي بشكل كارتوني. عايز تخليها بالشكل ده. فهي برضو مش وحشة. اه ان انت تتزبطها على هذا الوضع. لو ضغط عليها مرتين تقدر طبعا ان انت تتحكم فيها اكتر. هكامل بعد كده عايز اجيب بقى حاجة مثلا احطها في الخلفية جنب العنوان فهروح هنا على حاجة اسمها بالشكل ده. هو هضغط عليها بحث. وهيجيب برضو زي ما قلت لك تختار تصميم جرافيك. جايب لك هنا حاجة حالو هضغط عليها على طول. هجيبها. وروح جاي كده مزبطها في الماكينة انا احطها فيه. مسلا هجيبها هنا. بتاعتها شوية. وبعد كده هكمل نفس النظام اعمل اضافة صفحة. نفس النظام هكمل نفس التفاصيل. ان انا هاجي هنا اجيب الكلام بتاعي ده كله. هنا اقدر حدد الاتنين طبعا عن طريق ان انا بضغط وادوس عليهم. بعد كده بضغط تكرار. واسحب الاتنين تحت بالشكل ده. طبعا هتغير برضو التفاصيل بتاعت الصورة. ان انا ممكن اروح هنا برضو على العناصر. ممكن مسلا جرب نختار تصميم زي ده كده. هيبقى طولي شوية. وهنجيبه كده. يبقى ده هيجي هنا ممكن نجيبها في في اليمين هنا. وده هنجيبها المرة دي في الشمال. هنطلقي طبعا هاجيب الجنب كده. واسحب جده. وابدأ ان انا اكبر الكلام بتاعي. اهو بالشكل ده. اكبر اهو. اجيب بقى الكلام بتاعي هنا. احط الكلام بتاعي هنا بالشكل ده. واجي بعد كده نفس الكلام ده. احدده. وارجع هنا تاني. احط الكلام ده. اعتقد الامور. هتبقى واضحة لو انت فاهم التفاصيل دي. اصبح عندي فاضلي فقط الصورة. نفس النظر. طلعة النتجة بالشكل ده هنختار احلى واحدة فيهم. ممكن نختار دي. وبعد كده هناخد الصورة طبعا اول ما تزهر نحطها هنا تزهر معنا بالشكل ده. ازاي منتجك نقدر نتحكم في الصورة لو ضغطنا عليها مرتين. ممكن نتحكم فيها نجيبها كده مسلا شمال شوية عشان تزهر معنا احسن. خلاص كده تمام. بعد كده هنروح على العناصر ونكتب برضو نفس المسمى هنا بحيس نجيب حاجة نقدر نضيفها كده بالاوباست بتاعك ونقليل. فعندك مسلا كده لو قلبت هتلاقيها مسلا حاجة شبه كده كارتونية شوية. هنصغرها خالص. وممكن نجي نحطها هنا كده. وبعد كده نروح على ونقلل الشفاية بتاعتها خالص. ممكن نتكبرها كمان عن كده. ممكن نخليها كده. وهكمل بقى نفس النظام. هنيجي بعد كده نعمل اضافة صفحة. ونكمل نفس التفاصيل اللي احنا عملناها. هنكملها في الباقي. وبكده يبقى انا عملت معاك كده كل التفاصيل اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. لكن دلوقتي فضل لنا اللي هو الغلاف بقى. الغلاف بقى مسلا ممكن نختار خلفية مختلفة تكون احسن اكوى شوية. ممكن نعدل فيها في الدرجات زي ما احنا عايزين. وهنجي بقى نجيب العنوان بتاعنا اللي هو اصلا كان هيبقى اسمه عالم الحشرات. هناخده كده كوبي. وهنجي هنا نروح على النص ونعمل اضافة مربع. ونكتب النص بتاعنا. طبعا هنكبر هنا ده خالص. مش هنفقى يبقى صغير كده. فلازم نتكبر العنوان بالشكل ده. ونجي هنا مسلا نحط ده كده. ممكن نحط الاسم في النص كده. بس لازم نختار طبعا خط مناسب. هنيجي هنا نضغط على الخطوط ونشوف خط مناسب. عجبني الخط ده وهاجي كده برضو زي مقولت لك هكبره خالص بالشكل ده. ممكن طبعا نغير اللون بتاعه عن طريق بنجي هنا. عندك الوان كتير. ممكن تختار اللون المناسب. فيه الوان افتراضية وفيه الوان ممكن نعملها. ممكن نواصل نختار الابيض نشافل الابيض كويس بالشكل ده. بس هنحتاج من الابيض ان احنا هنزبط شوية في الاعداد بتاعته فنروح على التأثيرات. ونبدأ نشوف مثلا هل ممكن نضيف له حاجة شباح كده. ونشوف هنعمل فيه ايه? هنقلل هنزود حلوة قوي لذيذ. وبرضو ممكن نحاول نجرب حاجة كمان في التأثيرات ان انا لو عايز اضيف له زل. لأ طبعا الزل يبقى يلغي كل اللي فات. فخلينا طبعا في ده. وزي ما هنشافين هنا بعد ما نعمل ده هنحب نضيف بعض التفاصيل الاكتر لتصميم بتاعنا. زي ايه? زي مسلا هنروح على العناصر وهنجيب بها مسلا ادي النملة دي مسلا ممكن نجيبها هنا كده. بالشكل ده. هنسيبها بقى واضحة المرة دي. وممكن نجيب واحدة كمان صغننة. بالشكل ده. ونصغرها كده. او نحطها مسلا جنبها. نقدر طبعا نوديها وراء قدام زي ما احنا حابين. عايزين كمان نجيب بقى مسلا اللي هي النحلة. كل الحاجات اللي احنا عملناها. حاول نجيبهم نحطهم هنا دلوقتي قدامنا في الخلفية. نجيب مسلا نحلة زي دي. نحلة طبعا ممكن نحطها هنا تبقى شكلها لذيذ. بالشكل ده. ممكن نجيب برضو هنجيب اللي هو الفراشة. فهنشوف فراشة حلوة زي دي مسلا. ممكن نجيب فراشة زي دي وهنصغرها. وهنحطها هنا كده. وممكن نجيب برضو اللي هي الياركة. لذيذة برضو الياركة. كتعجباني او واحدة طلعناها مرة. ممكن نجيب مسلا ياركة. او نجيب اللي هو نشوف الشرنقة اعتقد بتبقى شكلها احسن. فممكن نجيب الشرنقة برضو ممكن نجيبها بالشكل ده. ممكن نعملها نعكاس على فكرة لو عايز مسلا انا خليها كده واكبرها. بصراحة لزيزة قوي. الفضل مسلا عندنا ازا كنا هنجيب اللي هواش نجيب اللي حاول نجيب اللي ياركة برضو. ممكن اللي هي ياركة حلوة. نروح على تصميم الجرافيكي اطاقت هيجيب لنا حاجات لزيزة. في مثلا عندك حاجة ازاي دي ممكن نجيبها ونصغرها بالشكل ده. نحطها هنا كده في النص او ممكن نكبرها شوية. هيصبح عندنا ده الغلاف بتاعنا بالشكل ده. كده خلصنا الشغل بتاعنا في حاجة تانية عايزة تتزبط. عايزة تتزبط بقى حاجة مثلا في العلوين تقدر تتزبط ها زي ما انت حال. هنا عدلت شوية في الخطوط يعني هنا غيرت الخط شوية. وكده اصبح عندي الكتاب بتاعي جاهز. بصراحة حلو. هنيجي هنا دلوقتي المرحلة بعد كده ازاي بقى هنخليه كتاب حلو نقدر نعمله كرابط للاطفال تستخدمه بشكل حلو. هتروح على حاجة اسمها مشاركة. والمشاركة هننزل على حاجة اسمها المزيد. من المزيد هننزل تحت شوية هتلاعز ان في حاجة اسمها دفتر صور او اللي هو هتضغط عليها بالشكل ده. اول ما تضغط عليها هيبدأ ان هو يزبط لك الاعدادات. هيجي هنا بيقول لي حدد الصفحات. هنا عنده ست صفحات وبعد كده هعمل حفظ. هيعمل جاري اعداد تصميمك. على فكرة ممكن يزهر لك حتى بخصوص ان انت تشترك في الموقع ده بحساب يعني تسجل حساب عفوا يعني ببلاش بس ان انت تسجل حساب في الموقع بالجيميل لان الخطوة دي انا عملتها. فبعد كده بيجي لك تم حفظ تصميمك. هنعمل ايه? هتروح دي رايح تضغط على عرض في دفتر صور. بالشكل ده هيفتح معك الصفحة اللي هي الخاصة بالموقع ده. طبعا هعمل تسجيل دخول باستخدام الايميل بتاعي. فتلقائيا هيبدأ ان هو يفتح لي الكتاب بالشكل ده. هنا طبعا هيجي هنا بعض التفاصيل. هتلاحز هنا آآ ده الكتاب بتاعنا هو. هروح الى حاجة اسمها وهيجي هنا مفروض ان انا ايه? اعمل عشان هيبدأ بقى ان هو يزبط لي اعدادات الكتاب اللي انا عامله دلوقتي. لان كنت اعمل واحد قديم فهو قال لي لازم هتبدل داب ده. جي هنا هيقول طبعا وبعد كده هنروح هنا يقول لي اختار انت عايز الكتاب يبقى عامل ازاي? جيب لي هنا اكتر من تقدر طبعا تختار الى انت عايزه. هنعجب لي ده. وبعد كده اضغط على طبعا جيب لي بعد تفاصيل اخر اللي انت حابب تعملها ولكن بعد ما اختار الى اللي انا عايزه هروح بكل بساطة اضغط على عشان يبدأ يجهز لي الكتاب بتاعي بنفس ده. ان شاء الله يكون حلو ويعجبك ونستخدمه وان ان انت تقدر تعمل رابط ده تديل اي طفل يتفرج عليه هيبقى لزيزة اول. هنا بفروض خلص معي الكتابة اهو. هيفتح معي بالشكل. هنبدأ دلوقتي بقى ان احنا ننقل واحدة واحدة صفحة صفحة فهيفتح معك كده الفراشة بالاشكال بتاعتها مكتوبة بشكل كويس. انقل هيجيب لك الصفحة اللي بعد كده. انقل هيجيب لك الصفحة الاخيرة. بصراحة كان تجربة لزيزة جدا تقدر دلوقتي انت تجربها بنفس الطريقة اللي انا شرحتها لك. اتمنى تكون استفدت من الحلقة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة تفعل زجارة عشان شوف كل فيديوهاتنا القديمة وجديدة. وتسيب لينا رأيك في تعليل لان انت ممكن تضيف لي فكرة تضيف لي رأي يفرق معي ان انا قادر اقدم لك محتوى تاني. احسن بكتين من اللي قدمناه. واتمنى طبعا توفيق للجميع وفي النهاية السلام السلام عليكم